السلام عليكم متابعينا العزاء اهلا بكو حلقة جديدة من شرح تطبعات موضوع معلمات الغرفية باستخدام برنامج جلوب المابر. التطبيق اللي هنشوفه النهاردة هو زي ان احنا نحصل على خريطة الشارع المفتوحة في شكل باستخدام برنامج جلوب المابر. ده الناتج اللي احنا هنشوفه اللي احنا شايفينه قدامنا ده الناتج اللي هنحصل عليه. الموضوع بسيط اوي باستخدام برنامج جلوب المابر. اه هنروح على طول على الانلاين سورسز. هنحدد هنفتح اه من الانلاين سورسز. اه عندنا هنلاقي في كزا نوع. احنا هنفتح اه لها الجلوب الماب. هنقول له كنكت. كده هيحمل لنا بتاعة الخريطة الشارع المفتوحة للعالم كله. اه دي بتبقى طبعا في شكل ريستر. فنقدرش نعدل فيها او نتعامل معها. اه فاحنا هنخللها بنعمل اه زوم. اه بنحدد المكان اللي احنا عايزينه. ولكن هنشتقل على المدينة المنورة. اه بنحدد بس المكان اللي احنا محتاجين ننزله بيانات. اه ولي اتاكن مدينة ما نحاولش نخلي البيانات تبقى كبيرة عشان ما تخدش مساحة. هنرجع تاني للانلاين سورس. وهنروح في الحالة ليه. هنحمل اه اه هنختارها ونقول هيفتح لنا صفحة انترنت. هنلاقي فيها نفس المشهد اللي احنا اقفين عليه. ده الموقع الرئيسي بتفتح حالنا بنفس او نفس المشهد اللي احنا عشان يعمل لنا اه الاتا للمكان اللي احنا مختارينه. وبعدين هنقول اه هتحمل بسرعة طبعا اه بتاخدش فقط. اه بعدين هنروح نفتح المكان اللي احنا حملنا في البيانات هنلاقها موجودة بشكل اه مكتوب عليها هي دي. اه هناخدها على طول ونحطها جوه برنامج الجلوب المبر. آآ هيطلب مننا نحدد نوع البيانات. آآ هندور في البيانات لحد ما نلاقي اللي هي. آآ وبعدين هنقول له اوكي. هننتظر البرنامج هيحمل البيانات معنا. هنلاقي البيانات حملت معنا في شكل فيكتور زي ما احنا شايفين. آآ مصنفة بالسيمبوليج بتاعها آآ طرق الرئاسيات طرق الفرعية آآ المباني والمنشآت. آآ ممكن كمان بس نعمل آآ نعمل اخفاء للابن ستريت ماب التانية اللي هي بشكل عشان البرنامج يبقى خفيف. هنلاقي البيانات الفيكتور موجودة زي ما احنا شايفين. آآ نقدر نتعمل معها البرنامج. آآ نقدر نعمل زوم ونشوف البيانات ونستعرضها. هنلاقيها مصنفة آآ زي اللي موجودة في بالزبط آآ بنفس التصنيف. آآ هي كده في بشكل فاحنا ممكن نتعمل معها هنضف عليها او نعدل فيها او آآ نعمل شغل جديد. آآ استنادا على البيانات دي. هي خلط الشارع المفتوحة. آآ دايما هنلاقيها محدثة باستمرار. آآ زي ما احنا شايفين. الحالة دي احنا ممكن نستخدم الادوات بتاعة ونقدر نعمل للبيانات اللي موجودة آآ او نقدر نعمل لها تعديل او اضافة. آآ زي ما احنا شفنا واستخدمنا هنلاقي احنا بنقدر نختار اي موجود في الخريطة. آآ نقدر نضيف او نعدل فيه. آآ كمان احنا ممكن نفتح البيانات اللوصفية بتاعة البيانات دي خريطة. آآ هنلاقي الجدول في البيانات الوصفية. آآ ممكن بس نحركه كده نخليه في واجهة البرنامج من تحت. هنلاقي البيانات الوصفية احنا ممكن نعدل فيها على طول. او ممكن نضيف عليها آآ او ممكن نستعين بها ان احنا نعمل آآ ديسبيلية او نعمل آآ لكل البيانات اللي موجودة او نعمل تصنيف خاص احنا بينا. الخطوات بسيطة او برنامج جلوبا مابر زي ما شفنا. آآ بشكل سريع بنقدر نحمل البيانات آآ بتاع تلوكني ستريتناب كمان احنا ممكن نعمل اكتو بورد للبيانات باي شكل في اكتور احنا عايزينو إحنا عايزينو عشان نقدر نبعدها لاي برنامج نظوم عالمات جرافية وليا يقون جوجل ايرس ا او او اركمام ا 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 تضعى ان بعض التطبيع عجبكن نشوف في حلقة تانية جديدة والسلام عليكم ورحمة الله